في ندوة حول موضوع الثقافة والفكر والتنمية في إفريقيا أي قطعة وأي رؤية أبرز المشاركون بأن الإبداع الإفريقي أصبح قادرا اليوم على تغيير النظام الاقتصادي والاجتماعي للقارة وأكد هؤلاء السياسيون والخبراء والفنانون خلال الجلسة الثانية للندوة الختامية لموسم أصيل الثقافي في دورته الحادية والأربعين على أن تنمية إفريقيا لن تنبني على موهبة المبدعين الأفارقة فقط بل يتعين على رجالات الدولة الأفارقة أن يتمتعوا أيضا بالإبداع في تسيير الشؤون الثقافية لبلدانهم اتشرفت بالحضور هذه السنة في هذا الملتقى الهام وأنا في الحقيقة حضوري إلى جانب أهمية الندوة هو زد كذلك تعبير احترام كبير يعني وما ساندتي للعمل الثقافي اللي تقوم به سيمو حمد بن عيسى في مدينة عسيلة يعني عمل كهام وأثبت أن الثقافة يعني يمكن تكون رافع كبير للتنمية وهذا اللي في الحقيقة الأمر يعني رأيي هام لكن يعني ماهوش متعارف يعني عليه يعني في المنطقة بالنسبة الموضوع الندوة اللي هو موضوع إفريقيا طبعا الحال يعني احنا لسنوات تقريبا البلدان في شمال إفريقيا البلدان العربية يعني تناست بعدها وعمقها الاستراتيجي اللي هو القارة الإفريقية وبالتالي كانت علاقاتنا يعني علاقات محدودة جدا واعتقد هذه فرصة باش أنه نرجع يعني لعطاء الأهمية التي تستحقها علاقاتنا في القارة مع القارة الإفريقية مع البلدان الإفريقية جنوب الصحراء كما تساءل المتدخلون عن المكانة الحقيقية التي يجب أن تحظى بها الثقافة والفكر والتنمية في صلب السياسات الإفريقية من جهة وعن الكيفية التي يمكن إحداثها لتحفيز الإبداع من أجل التغيرات التي تحتاجها المجتمعات الإفريقية من جهة أخرى أما عن الرؤية الإفريقية للتنمية الاقتصادية أشاروا إلى أن عدم احترام الثقافة والأنماط الفكرية النابعة من صميم الشعوب الإفريقية لن يؤدي إلى أي تغيير مشددين على ضرورة قطع الصلة من مفاهيم الدنيا التي خلفها الاستعمار وإعادة إحياء مفهوم الوحدة الإفريقية وخالص المشاركون من مختلف الدول الإفريقية إلى أن الإبداع وسؤال التغيير يشكل اليوم تحدياً أساسياً للقيادات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والقرية لذلك يجب تدريبها وإعدادها لقيادة هذا التغيير والتحول من أجل الوفاء بوعود الاستقلال والديمقراطية على حد قولهم